اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي قبل أيام تحدث رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي كما تحدث قبله وبعده الكثير من المسؤولين ممن يدعون أنهم من أصحاب المسؤولية في العراق الجديد منذ عام 2003 لحد الآن المهم تحدثوا عن تحدث أو تحدث مصطفى الكاظمي عن إغلاق معسكرات النازحين مخيمات النازحين قال بالنص قال أغلقنا خلال عام واحد أكثر من 90% من مخيمات النازحين يعني العام الذي مضى من رئاسته لرئاست الوزراء يعني من توليه منصب رئيس الوزراء اللي مضى عليها أكثر من سنة العام يقول أغلقنا 90% من مخيمات النازحين طبعا هذا الإغلاق ممكن أن نصدقه كذا كان البديل عنه أو خلال السنة أو خلال السنوات الماضية ساعة الدولة ساعة إذا كانت هناك دولة ساعة كل الأجهزة المعنية في توفير البيئة والمناخ والأرضية والبنى التحتية المناسبة لعودة النازحين نحن لدينا بعد 2014 بعد تدمير المدن بدعوة تحريرها تدمير ستة مدن بدعوة تحريرها وخاصة الموصل لا يمكن قبول يعني يتحدثون عن أنهم حرروا الموصل عندما ترى الموصل الآن بعد أكثر من خمس سنوات مما قالوا أكثر من 2014 وبعدها حرروا أكثر من أربع سنوات على تحريرها مثل ما قالوا عندما تنظر إليها الآن تجدها خرابة تجدها مدمرة مدينة مدمرة ما زالت الجثث ما زالت بقايا عظام الأموات وجثثهم تحت الأنقاض لم ترفع آلاف بل عشرات الآلاف من الجثث التي ظلت تحت الأنقاض ولم ترفع وانتهت والمدينة مدمرة بالكامل ويقولون حررناها أي تحريرا هذا بتدمير مدينة كاملة وتسويتها مع الأرض وتخريب بيوتها وبناها التحتية ومستشفياتها ومدارسها وطرقها كل ما يمثل الحياة بصلة والادعاء أنهم حرروها ما شكل هذا التحرير وكيف كان هذه قصة أخرى لكن عموما عدد النازحين وصل فيما بعد عام 2014 إلى أكثر من 6 ملايين عراقي النازحين داخليا عدد الذين هاجروا إلى خارج العراق الآن يبلغ عددهم أكثر من 10 ملايين عراقي وصلوا إلى آخر نقاط في الدنيا وصل البعض منهم إلى الأسكيمو إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي تذهب هناك واستجدد بعض العراقيين هناك يعيشون هذه كارثة كبيرة المهم فهذه المخيمات النازحين هي بالأساس لا تتوفر فيها كل شروط الحياة أبسط شروط الحياة والكثير من الأمراض انتشرت بها الكثير من الشيوخ والنساء والمرضى والأطفال معتوا وانتهوا الأطفال كلهم تركوا المدارس وانتهت والعيشة كانت من أصعب ما يمكن ومن أسوأ ما يمكن والكل كان يتحدث عنها لكن مع ذلك الناس قبلوا بها على أمل عودة إلى مناطقهم إلى بيوتهم بالشكل اللائق وإذا بالحكومة فجأة بقرار سياسي هذه الحكومات التي تعاقبت على حكومة العراق من أكثر من سنة قررت أنه يجب إغلاق هذه المخيمات وعودة النازحين إلى أماكنهم إلى أين يعودون البيوت مدمرة البنى التحتية منتهية مدارس غير موجودة أوراق ثبوتية تثبت نسبهم وأصولهم وأسماءهم غير موجودة أوراق ثبوتية تجعلهم يسجلون أبنائهم بالمدارس تجعلهم يراجعون المراكز الصحية إن توفرت غير موجودة يطالبون بحقوقهم في بيوتهم وفي أملاكهم التي ذهبت غير موجودة القرار هو قرار سياسي المهم أن تغلق هذه المخيمات ولا يعود هناك نازح في العراق ولكي لا تتحدث المنظمات الدولية والعالم تتحدث عن نزوح داخلي هذه قضية يجب أن تنسى ونحن ذهبين إلى الانتخابات مبكرة ونتحدث عن ديمقراطية وحرية وشكل جديد من الحياة هذه الكذبة الكبيرة لذلك مرة أخرى النازح يتحمل هذه المشكلة يتحمل هذه الكارثة وغلقت الشرطة تقول لهم أن لم تغادروا وبعض الشرطة يقول لهم أن لم تغادروا هذه المخيمات سنحرقها عليكم البعض يقول لهم أين نذهب أين نذهب يقول لهم يذهبوا إلى الشارع لا يهمنا المهم أن نغلق هذه المخيمات لم تعد موجودة هذا طبعا يفقد النازحين كل المنظمات الإنسانية كل المنظمات التي تساعدهم ما عادت صفة النازحين موجودة ما عاد لهم مكان معلوم فلذلك تنتهي المساعدات حتى وإن كانت ضعيلة ينتهي الاهتمام بهم ويذوبون في الشوارع وفي الخرابات وفي المقابر ليذهبوا إلى الجحيم هكذا وحال أهل العراق وهكذا وحال النازحين هذا أقل ما يقال عنهم تحملوا برد الشتاء وحر الصيف والأهوال والمخاطر والميليشيات التي تحيط بهم الكثير منهم خارجوا من هذه المخيمات اعتقلتهم نقاط للتفتيش للميليشيات اعتقلتهم اتهموهم بأنهم أتباع لداعش فبالتالي يجب معاقبتهم وعاقبوهم سيطروا على أموالهم سيطروا على بيوتهم سيطروا على مزارعهم سيطروا على كل ممتلكاتهم لا يريدون إعادتهم ولا أحد يستطيع أن يعيدها منهم لأنهم القوة الوحيدة المتحكمة في الشارع وبالتالي من يدفع الثمن هو المواطن المقررة الأممية الخاصة بشؤون النازحين داخليا عدت تقرير عن أوضاع أطفال النازحين في العراق قالت أنه يعانون من حرمان شديد جدا جدا غير مسبوك لأنهم ليس لديهم فرصة للتعليم الذهاب إلى التعليم الرسمي والحكومي لا أوراق ثبوتية لديهم لكي تسجلهم لا قدرة لديهم لقياس مدى هذه السنوات التي تركوا بلا تدريس وبلا دراسة كيف يمكن تقييمها وكيف يمكن وضعهم معالجة نفسياتهم معالجة الأمراض التي يعانون منها هم وأهلهم للمبالغ التي تصرف على تعليمهم غير موجودة لا يمتلكوها أهلهم بالتالي كارثة كبيرة كارثة كبيرة فعلا وحالة ربما غير مسبوقة بالعالم يعاني منها النازح في العراق هي حالة أساسا غريبة أن ينزح النازح أن ينزح المواطن داخل بلده ويسمون تدمير المدن وتخريبها بهذا الشكل العنيف بهذا الشكل الذي هي عليه وعدم المساعدة فيها وعدم تخصيص أموال لعادة بناءها هذا يسمونه تحريرا ويدعون بأنهم محررين والناس تعاني الويلات والنزوح ما زال مستمرا الآن أكثر من مليون ربما مليون ونصف مواطن من النازحين اللي ما زالوا في هذه المخيمات النازحين يعانون من عدم القدرة على التفكير أو اتخاذ قرار أين سيذهبون سيذهبون إلى الشوارع سيذهبون إلى المقابر سيذهبون إلى المزابع سيذهبون إلى أماكن مجهولة وبالتالي الكارثة أكبر والكارثة التعاظم والنزوح ما زال مستمرا قسريا يريدون إجبار الناس وعندما تتحدث عن ذلك تقول الحكومة لا قصر ولا ندفع الناس بالقوة لمغادرة هذه المخيمات والحقيقة أنهم يدفعون بالقوة تهددهم هذه القوات الحكومية من ميليشيات وشرطة وغيرها ما الأسف الشديد هذه جزء من مأساة العراق جزء بسيط من هذه الكارثة مفردة من مفردات هذه الكارثة التي يعاني منها العراق منذ عام 2003 لحد الآن في ظل هذه الحكومات الفاسدة والمخربة والتي ترعى مشروعا لتدمير العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أدرككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة